صباح الخير او مسائل الخير حسب الوقت اللي هتشوفني فيه يا برج الكوز مهم يبدأ مع برج الكوز الطاقة العامة محكم قوي عقلك دلوقتي في مقابل ما هو في مشاعر حسن الصورة التقريبا هو انت اللي كنت تدي له المشاعر وبدأ هو اللي كان بيستاهل بقى واستعبط عليك وهو ميديك تقريبا جدا عرض جديد فعلا او يعني بيعرض عليك مصلحة بالاخر تعال نقل بالصفحة بقى ونبدأ حاجة جديدة ولكن انت متخوف جدا لان كان فيه خيبت قبلها طب هو شايفك ازاي؟ هو تقريبا شايفك زي ما انت انت نفسك فعلا عامل كده هو شايفك انسان بطيء و هو انسان زي ما بيقوله كده هو برضو ده انسان شاعر بخيبت امل برضو يعني ده شخص يعني زرع حاجات كتير جدا ولكن لم يجني الا ثمرة واحدة بص كان ثمرة على العشب ده او المكان ده ولكن مفيش غير حاجة واحدة فمنتظر الباقي بقى ده لما يجي ينزل فهو شايفك ان انت معلق مع الموضوع بطريقة بطيئة جدا و ان انت منتظر وتقول ان انت ساكت هادي متتعملش حاجة لا بيجي يقولك مثلا يبعط لك ميسج يقولك ازاي تعمل ايه و حشديني مثلا فانت تعمله سين و ما تردش يقولك طب ما تجي نرجع تقوله لا مثلا او تقوله لا بس مش بطريقة مباشرة فهو شايفك ان انت بطيئ في اتخاذ قراراتك جدا و لما حد بيقدم لك حاجة بتوعطي فتكري القديم بقى يعني الوقت بتعيش في الكل و كب الزكريات كدا ان انت فعلا حقيقا فعلا انت مشاعرك حاليا كل ما تجي تحاول تفكر ان انت تبدأ مع صفحك جديدة تفتكر ألم الماضي و ألم الرحيم و قد ايه الايام الصعبة اللي انت عشتها لوحدك من غيره فانت تعبان وهو شايفك بطيئ و شخص عنده خيبة ألم للاخر كدا و ايه تاني برضو عباك بتعملنا حد برج حمل او طرابي عقرب مائي يعني ابراج اللي تشوفوا هنا خالص مين تاني حمل برضو تاني اه و ابراج طرابية طيب انت شايفه ازاي بس ما انت شايفه حاجة غريبة جدا انت شايفه لأن شخص ما هو دي النظرة النظرة بتاعتك انت شايفه حاليا هو شايفك ان انت شخص بطيئ انما انت شايفه ان هو شخص ممكن يكون مندفع ممكن يكون شخص عصبي زيادة عن اللزوم عصبي بياخد الامور اللي هو مثلا بتقوله حاجة يوم اخد الامور على صدر و كدا اه اه انت شايفه ان هو شخص بيتسرع جدا متسرع و انت بده ما زلت بتحبه على فكرة بس قلبك مجروح منه يعني انت شايفه ان هو شخص عصبي و بياخد الامور على اصابه اوي 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 و ممكن يكون مثلا موضوع تافه يروح هب يولع فيه و بقى تولع نار يعني احنا حطين بنزين في المكان قابل كده ان هو قابل ببنزين كله و مولع فيها نار و الموضوع يخص ممكن يكون تتعامل مع برج الاسد ولكن انت مجروح منه اوي 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 جرحك اوي اتعن انت لسيوف في قلبك من الاخر ايه تاني ولكن و برغم ذلك انت مازلت شايفه الشخص الحنين ممكن زي ما قلت لك يكون عصبي لانه يعني ده الامبراطورة و ده الامبراطورة ممكن يكون عصبي ولكن حنين مع انه عصبي و بياخد الامور على صدره اوي 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 و بيحب يتحكم و مبعصد بالرأيه يعني ممكن تكون بتتنقش معاه و تقوله طب فيها ايه لما نعمل لا انا عوضها و بقولك ايه خلصت موضوع ايفل خلصت ايفل سكا في وشك او في وشك عموما في بنات كده في بنات عصبية او انت ولد فيه طبعا الرجانة طبعا كلهم عصبين ولكن حنين و قلبه طيب و جميل اوي من جوا يعني هو من جوا فعلا كده على فكرة هو قديم شعره حقيقه هو فعلا طيب و حنين و على فكرة ممكن يكون مثلا متعاصب يعمل بلوك و يكلمكش تاني او ما تكلمكش تاني ولكن ايه من جوا صرت طيبة اوي 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 و جميلة و جميلة عموما يعني و انت ما زلت شايفه النجمة انت ما زلت شايفه النجمة والكوركوسو ما زال هو ليك حلم هو كان نجمة سماء و حلم بالنسبة لك و ان العلاقة دي كانت علاقة قدرية و جميلة اوي و الحظ هو اللي بعتها لك الحظ هو اللي بعتها لك على فكرة انت ممكن تكون كان نفسك يرجع برضو و لو هو مراجعش فانت نفسك ان هو يرجع مرة تانية و ان الحظ بقى يجنيه في طريقك تاني لان ده مرضوء العدالة انت نفسك تتحقيق العدالة ممكن يكون نفسك ان يرجع مرة تانية ولكن انت شايف ان هو عصبي انت بتشوف ان هو عصبي و جرح قلبك و من الاخر انتوا جرحتوا ببعض حجم الحكثين دي كان طيب انتوا غراب قوي انتوا في ايه العلاقة دي ايه تقريبا كده صوت فاهم و ولعته ببعض حاجة زي كده طب ايه الخطوة اللي هو ناوي ياخدها لما قولي الخطوة اللي ناوي ياخدها يا جماعة ايه مش معناه ان هو ممكن ياخدها واحد دي كده تقولي ده مارجعش مع انه كان ناوي يرجع هو بيئة الدينية انا مستقبل احنا ما نشوفوش لان المستقبل ده بيتغير ولكن دينيته نيته ايه بقى نيته ياخد قرار صارم بشأن العلاقة دي ما نعرفش بقى القرار ده هل ممكن يكون قرار ان هو يرجع فعلا ويقدم العقد ده لو انت خلصت انت بتاعثي خلصت خلاص ما نتعملي بقى وطليب اتخاني او عصبي اغلب الناسة العصبية دي بتبقى طايفة يبقى برج الحمل ناري وعصبي على فكرة هو متقلم اوي مش زار متقلم اوي اوي يعني مش اي كلامة ومتقلم وبيحاول ان هو يخب الالم ده بشتى الطرق هو الزار ان هو برج الحمل او برج ناري عموبي بيحاول ان هو يخبي الالم ده وما يزهروش خالص لا ليك ولا لغيرك ويفضل دايما عامل الوش ده وش انا مامية مش حاجة حصلت ولكن هو الان في عزلة وعزلة داخليا مش خارجيا ممكن يكون تشتغل وممكن يكون ظاهر ده في الوش انا محصولته مامية ولكن هو في عزلة داخليا وبيحاول يبحث عن مخرج للالم والجرح ده وهو عايز ياخد قراره في شأن العلاقة دي بانه يبدأ بداية جديدة والظاهر انه فعلا عايز يبدأ بداية جديدة لانه هو مقدم لكوا عرضه او عموما في عرض جديد ففي بداية جديدة هو ناوي عايز يبدأ بداية جديدة بس هو بيخلص الالم العشر سيوف دول في عشر سيوف مطلونين في ظهر نقول لكم انتوا خبطتوا ببعض وهو غامض او الايام دي وداخل في عزلة جوا نفسه وكده عمالي حاسد نفس يقول انا عملت ايه ومعملتش ايه كان لازم ان احنا نتكلم وانشاء كل ده ولكن هو شايفك ان انت بطيء ممكن يكون خايف يجي يكلمك عشان عارف ان انت بطيء وشخص دايما عارف ممكن يكون شايفك يا مورج الكوس بتحب غيش في دور الضحية انا عارف ان مورج الكوس مش كده بس ممكن تكون انت من الكدر اللي حصل لك انت خايف منه خايف منه انت كمان عايز تاخل ايه انت تطور انت كمان مش عاكلك عايز بتاية كتيرة تطمح الى البداية جديدة انت كمان عايز تقمش وقولك تطمح الى البداية الجديدة على فكرة انت انت عايز ويرجع يا بورج الكوس بس بص الاتنين دول واقفين بتحركوش ده واقف مستني حاجة وده واقف مبتحركش انت محسسوا ان انت بطيء انت بطيء قوي يا بورج الكوس انت شكلك خايف منه انت ايوه انت خايف منه يا بورج الكوس انت خايف ترجع انت خايف ترجع خايف ترجع العلاقة دي تاني وحاسس انها دائرة بتلف وترجع تاني حاسس ان انت كل ما تقريبا انت بتروحوا وترجعوا كل ما تدخلوا في العلاقة دي تاني وتدي له فرصة تانية بيعمل نفس اللي حصل زبان فترجع تتخنوا تاني فانت تعبت واستكفيت وكل ما تدي ما تاخدش حاجه غده تدي التمام تدي حب تدي حنان تدي اي حاجه فالاخر هب يخلم يمشي فانت تعبت قوي وعايز العدالة هترجع تديني المشاعر انت طالب منه العدالة انت موقف مشاعرك وبتقوله لو جيت تاني تديني اللي ليه ولا لا اديني اللي ليه ولا لا انا ديتك حب تديني حب فانت خايف خايف من خايف تروح له على فكرة انت نفسك من انت تقدم له عرض او مش تقدم له انت من جواك عايز بداية معي تاني وعايز تواصل ولكن انت وقف وقف انتو الاثنين وقفين وقفينه صوت بعض وقفينه صوت بعض هو مديك الوش ده وانت مديله برج منفكر انت عايز العلاقة دي تتطر بقى كده فوق على دماغها وتعمل علاقة بديدة مع عامة نفس الشخص بس علاقة نضيفة حلوة فيها اهتمام فيها خدوهات خدوهات انها علاقة تعبتك نفسيا جدا مزاهر يعني وده اللي هيبان من انتو الاثنين شايفين العلاقة ازاي هو شايف ان العلاقة اه فيها مش بقول لكم انتو بتروح وترجعوا مع بعض ونفس المعول بتاعات تاني العلاقة دي كل ما تيجي تبتدي تنتهي كل ما تيجي تبتدي تنتهي في حاجة انتو تقريبا مش شبه بعض او انت اه هو ممكن يكون معاصر بي زيادة عم لزوم وانت مش عاصر بيجيخد الامور بحساسية انت لأ كده هو شايف ان العلاقة دي فيها فيها خسارة خسارة جامدا قوي وان كل ما ييجي تبتدي الحرب معاك الحب ده زي الحرب جماع زي الحرب بلزبط ينفوز احنا الاثنين ينخسر احنا الاثنين فكل ما ييجي تبتدي معاك علاقة حد فيكو يخدع عالتاني ومشي حد فيكو يضحك عالتاني ومشي هو شايف كده شايف ان في خداع في حد بيتحك على حد. ممكن يكون هو اللي بيتحك على لك أنا فكرة. بس هو شايف إن من علاقة مش متوزنة. فيها حاجة غلط. عارب نقولك أنا حازس إن في حاجة غلطة العلاقة دي قاهل كده. وانت كمان شايف علاقة مليانة صعبات. انت حازس إنه هو مش شابهك على فكرة. يعني ممكن تكون في حب. وفي الباية. بس انت حازس إن في حاجة غلط. يجب ان قلت تكون في حاجة غلط. اذا كل مددى العلاقة ترجع تاني. فيها مخاوف. فيها صعبات. فيها ارق الواحد اللي ما بيحب هي يارف ينام او ما عافش هنام مش مش من حب لا ما عافش هنام التفكير فيه مخايف انت خايف منه خايف تدي له فرصة تانية لان انتعبك اوي تظهر انه هو كان شخص بيتلاعب بك او بمشاعرك لان فيها زي معلم وانت سبته على فكرة انت تظهر انت اللي سبت له العلاقة يا بغر الحص ورميت له الجمل بما حمل وقلت له يا اللي عم يقسام عليكم بقى من هذا مش عايز اعرفك تاقي يا اللي عمي بقى بالقرف وسبت له كل حاجة بص هو مسك السيوف وانت مشيت فهو شايف انت بالزبط حفيا انت سبت العلاقة ومشيت وسبت له بقى الهلمة اللي وقعت فيها دي ممكن يكون ممكن يكون شخص عارف انت اللي هو الشخص اللي بيحب لمة الناس حواليه اللمك كدابة لعبنات اوي فانت سبت له بقى ليلة دي كلها ولبص لبناتك بص على طاطق به وغموتك ووقد على جانب يا عم واطلك كري غفين عاش وغمس بيهم بقى يالا يا عم من هنا بل لمحكها دماغ بس ومشيت فانت فعلا انت عزان الالعلاقة فعلا متعبة وانت حاسس ان هي فعلا فعلا ملبناه غموط مش كد يعني ده اللي جواك انت متقدم لك عرض ولكن هي ملانة نهوض وانت نفسك في بداية جديدة وانت نفسك في بداية جديدة ممكن تكون بعيدة عنها الله أعلم برضي لان انت مشعرك حاليا محكمها العقل جدا وزي ما تكون انت اخترت انك تبعد وانت متأكد ان ده قرار الصح بالزبط كده من جواك انت صحيح ممكن تكون تعبان استعبان من أثر العلاقة ولكن انت مختار القرار الصح وهو ان انا همشي لان الشخص ده مين في عيشه هو شكله شخص مش كذاب ولكن شخص وصل في نفسه زياد عن الوزوم ولكن هو في مشاعر يعني فين الكاتب بتاعنا حلاقة غريبة جدا وعجيبة جدا قصي بقى النصيحة ايه النصيحة ان انت تدافع ع نفسك ونصيحة بتقولك حاجة غريبة جدا لو انت شايف ان العلاقة دي ما تتفعلكش صدروا الباب يا برب الكوس اول مرة هقوم نصيحة غريبة الزهر ان فعلا الشخص ده مش شبهك او الشخص ده مش شبه تفكيرك شخص ده مش شبهك بيقولك انو صيحة بتقولك لو انت مش عايز الشخص تقول ليه كامل الحرية اوه بس كده انا يا برب الكوس وقفل الباب في وشه وامشي من العلاقة دي وابتدي بقى اركز في حياتك واقفل شبطر ده كله وانطلق لقدام واحتفل بانجازاتك لان الشخص ده مش شبهك ان شخص جميل جدا جدا برب الكوس وشخص مليان حاجات حلوة وعندك حاجات حلوة في حياتك كتير قوي بس انت مش شايفها على فكرة والنصيحة بتقولك زي ما انت شايفها الصورة كده عرقله الطريق انو يدخلك مرة تقلق الشخص ده الزهر كده انو هو شخص ما بيحبش يخسر على فكرة وممكن يكون راجعة بس عشان يحس من جونه انتصر عليك فقط لغيره لان انت شايف ان هو عصبي ومش شبهك هو مش شبهك فيه اختلفاتنا بيه جميل قوي قوي يعني ولكن هو فيه مشاعر ولكن مشاعر عادية مش حاجة ولكن فيه حلبك برده عشان ما نجدبش واشايفك ان انت بطيء وان انت عندك كيب تقبل